بعد تأجيل محاكمته لمرات متتالية تصدر محكمة جناية رصافة حكمها بالإعدام شنقا بحق قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي الذي اقتيل أمام منزله في تموز 2020 بمنطقة زيونة على يد أربعة أشخاص القاتل الذي ألقي القبض عليه في تموز 2021 ضابط سابق برتبة ملازم أول مصادر قانونية أكدت أنه بإمكان المدان استئناف الحكم لكن المتهم أحمد الكناني البالغ من العمر 36 عاما اعترف بالجريمة خلال تسجيل مصور بثه التلفزيون الرسمي أنذاك مقرا حينها بأنه أطلق أربعة إلى خمس رصاصات على الهاشمي من مسدسه الحكومية في حين لم تعلن السلطات العراقية عن الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال أو التي خططت لها إلا أنها ذكرت أن الكناني ينتمي لجهة خارجة عن القانون والهاشمي ضمن قائمة طويلة من القتلى والمغدورين في عراق ما بعد 2019 وعلى سبيل المثال وثقت هيومن رايتس ووتش مقتل 487 متظاهرا على الأقل خلال انتفاضة تشرين المنظمة وفي تقريرها للعام الحالي وبعد أن مر على احتجاجات تشرين نحو أربعة أعوام قالت أن سير التقدم نحو العدالة بطيء بالمقارنة مع التحقيق في المسائلات القانونية بالعراق سيما التحقيق في الاغتيالات البارزة لنشطاء مثل ريهام يعقوب في البصرة واختطاف سجاد العراقي ومقتل الصحفي أحمد عبدالصمد ومصوره صفاء غالي والناشط إيهاب الوزني والمغدور عبدالقدس قاسم والقائمة تطول نهيك عن مقتل نحو 500 صحفي منذ ما بعد 2003 تقرير رايتس وواتش كان قد اختتم رقابته الدولية بإطلالة مفادها إن عملية التعويض كانت بطيئة مؤكدا أن التعويض ليس له أي تأثير على الإقرار بالذنب من قبل الحكومة أو أي من أفراد تابعين للدولة ضالعين بحسب شكاوى شعبية ونيابية وحقوقية في أعمال عنف لم يتوقف مسجسلها في العراق وبين هذا وذاك فإن النشطاء يرون أن ما حصل مع الهاشمي في حصر القضية بشخص واحد دون جهته كان نصف عدالة وليس عدالة كاملة